اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيما اعلنت السلطات الروسية التي تسيطر على المنطقة من موسكو ان المياه قد ارتفعت في المنطقة عشرة امتار ويمكن ان يصل الارتفاع الاقصى الى 12 مترا بعد العمل العسكري الذي دمر جزئيا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو. هذا واشرت مشاهدين السلطات الى ان المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرمائية وان الحد الاقصى للمياه قد يرتفع الى 12 مترا هذا وقال رئيس ادارة منطقة نوفا كخوفكا ان مهمتهم الان هي اخراج الناس لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية وبالتالي يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء وان الناس ينتقلون الى اماكن امنة ولا داعي للذعر. فيما اتهمت اوكرانيا القوات الروسية بالمسؤولية عن العملية العسكرية ضد السد. ونبهت السكان على طول نهر الدنيبرو بضرورة اخلاء المنطقة كما حذرتهم من حدوث فيضان ورد المسؤولون الروس بان سد كخوفكا تضرر جراء ضربة عسكرية اوكرانية في المنطقة هذا وقد حذرت كييف من ان انهيار السد يمكن ان يطلق العنان لـ 18 مليون متر مكعب من المياه ويغرق خرسون وعشرات المناطق الاخرى التي يعيش فيها مئات الالاف من السكان فضلا عن التهديد باغراق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا فيما حذرت شركة الطاقة النووية الاوكرانية من ان العملية العسكرية ضد السد يمكن ان تكون لها عواقب سلبية على محطة زابروجيا للطاقة النووية ويعتبر مشاهدين سد كخوف كنقطة الضعف الكبرى في خرسون فتدميره سيشكل نازلة حقيقية كما ان تدمير السد سينهي امر نظام قنوات الري في معظم جنوب اوكرانيا ومنها شبه جزيرة القرم الخاضعة للروس ايضا ومع كل هذا يصعب التكهن حول تأثير حادث اليوم على سير العملية العسكرية لكن الامر الذي لا شك فيه هو ان الانهيار الجزئية للسد الاستراتيجي سيكون له تبعات سلبية وخسائر تضاف الى خسائر المواجهة العسكرية المستمرة حتى اليوم الى هنا نصر مشاهدين الى الختام شكرا لكم على المتابعة في امان الله شكرا لكم على المتابعة